افتتحت الاتحادية الوطنية للتايكواندو موسمها الجديد 2021-2022 من ولاية نواكشفوط الشمالية في مقاطعة تايارت في حفل بايجين حضره رئيس الاتحادية محمد محمود لصوفي وعمدة بلدية تايارت ورؤساء اتحاديات وطنية وممثل عن وزارة وجمع غفير من مشجع لعب التايكواندو انطلاق أعمال الموسم الجديد للاتحادية الوطنية للتايكواندو شهد تفعيل المكتب الجديد للاتحادية الذي انتخب في شهر أغسطس الماضي فكان هذا الحفل بمذابة استلام الأعمال لأعضاء المكتب الجديد وقد أشرف على أعمال هذا النشاط رئيس رابطة تايكواندو في أدار وإنشيري محمد عبدالله السلام بركة المعتمد من طرف الاتحاد الدولي لتايكواندو باعتباره المسؤول عن منح إفادة لصانس جلوبال التي تخول لصاحبها المشاركة في المسابقات الدولية والإقليمية في رياضة تايكواندو إنه لمن دواعي سروري أن أقف أمامكم ليلقي هذه الكلمة بمناسبة افتتاح الموسم الرياضي للاتحادية الوطنية لرياضة تايكواندو 2021-2022 حيث عودتنا الاتحادية من تأسيسها على اهتمامها التام للنهوض بهذه الرياضة الجميلة نظرا لدورها الهام في تنمية القدرات البدنية والذهنية للأجيال وفي ختام الحفل تم تكريم رئيس رابطة ولاية الشمال محمد عبدالله السالم والأمين العام للاتحادية الوطنية لتايكواندو المعين حديثا الشيخ سعد بو والزهراء محمد علي عضو المكتب الجديد وتعهدت الاتحادية الوطنية لتايكواندو برزنامة اعتبرتها مواتية للموسم الجديد مؤكدة أنها ستخرج لعبين بإمكانهم المنافسة عربيا وإفريقيا في الموسم الرياضي القادم بحول الله وقوته موسيقى موسيقى